موسيقى شهر السوبر منافسة ربعية على اللقب اليوم قرعت الدوري في موسم استثنائي موسيقى أحمد الهواري وعمر ثروة يكشفان كواليس السوبر والكابتن وليد صلاح عبداللطيف ضفنا الليلة في الكلاسيكو موسيقى 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 حالة جديدة من الكلاسيكو أهلا وسهلا دقت ساعة السوبر في شهر السوبر من السوبر الإفريقي اللي كان من حوالي ثلاث أسابيع للسوبر محلي هينطلق خلال أقل من 48 ساعة بمشاركة الأهلي بطل الدوري بيرمز بطل الكاس سيراميكا بطل كاس الربطة ونادي الزمالك اللي بيشارك به البطاقة الذهبية أكيد كل نادي من الأربعة عنده دوافع والفوز باللقب أكيد مهم لكل نادي سواء للأهلي لو مسكت دوافع كده الأهلي فأنت بتتكلم ولا أحسن من أنه الأهلي خلاص يصلح جمهوره بعد ما خسر السوبر الأفريقي عايز تعمل موسم بقى على غرار الموسم اللي فات أن أنت تمشي بنفس الطريقة بعد ما خسرت اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي قبل اللي فات ده الأهلي اختلف تماما شفنا قطر يا جماعة أنهى الموسم ومعه خمس بطلات قد تكون يعني بداية انطلاق جديدة في الأهلي هذا الموسم ده السيناريو المثالي الحقيقة خاصة وأنه بطولة السوبر دي هتكون خلاص قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي مهمة جدا 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 في بطولة الانتر كونتيننتل يوم 29 الشهر وبالتالي فوزوا بالسوبر بداية أو خلينا نقول دفعة معنوية قوية جدا وبتصلح الأجواء جوه الفريق وبتصلح بيها جمهورك زي ما قلت ايه الدافع اللي عندي نادي الزمالك؟ نادي الزمالك اللي دخل البطولة دي بالبطاقة الذهبية يعني جاي من بعيد بيفكرني بيه يورو 92 يورو الدنمارك اللي ما كانش عامل حسابه لكن ده مع حصوله على البطاقة الذهبية اللي خلته النهاردة يشارك في هذه البطولة ده ما يقللش ابدا ابدا من فرصه أو ما يقللش بالأحرى من حزوزه في الفوز بهذا اللقب المنتظر خاصة وانت بتلعب النهاردة كزمالك بتلعب بمعنويات مرتفعة جمهورك لحد دلوقتي فرحان بالسوبر بيحتفل بالسوبر الافريقي على الغريم التقليدي مش اي غريم وخلاص وبالتالي عايز تأكد تفوقك تبدأ الموسم ببطولة محلية قوية مقارنة بالموسم اللي فات فكان موسم صعب بالنسبة لك على المستوى المحلي دافع بيرمدز بيرمدز طبعا بعد ما اخد بطولة الكاس اخيرا بعد ما كان دايما يعيني مشواره في النهائيات يعني ماشي في النهائيات كويس جدا جدا ولكن لم يتوج باي لقب اخيرا بيوصل لمنصات التتويج وبلغة الكرة كده دا طعم البطولات فاكيد نفسه تفتحت عايز ياخد بطولة جديدة وبرمدز الحقيقة من الاندية اللي خلاص اصبحت منافس قوي جدا جدا بيتعمل لها حساب مفيش شك ان اللعيبة اللي عندك اسماءها قوية وهتعمل اكيد اللي عليها طيب اما بالنسبة لسيراميكا كيليو باترا انا بسمي الحقيقة السيراميكا كيليو باترا دا من الفرق المكافحة جدا كاسب كاسر ربطة دايما ماتشاطه مع الاهل والزمالك فيها نوع من القوة فيها نوع من الاندية عملت تقريبا 15-16 صفقة فاكتر من صفقة دعمت بيها صفوفك قبل ما تبدأ او تدخل على مرحلة السوبر ويمكن ابرزهم كان الصفقتاي طبعا فخر لكاي محمود لازاكا وعندك اسلام عيسى اللي جاي من بيرامدز وعندك الظهير الايصر حسين السيد فانت كمان بتتكلم عن صفقات قوية معاك مدرب محترم قوي واداءه محترم اسمه ايمن الرمادي وبالتالي منتظرين اداء قوي جدا منه في السوبر المحلي اللي بينطلق في الامارات اذا هي بطولة هتكون وش الخير للفريق اللي هيكسف فيها او هيفوز بيها ان شاء الله وان شاء الله الفرق الاربع تقدم اداء قوي يليق بينا الاول كمصريين ويليق بالبطولة الكبيرة ديت في نسختها الجديدة ويكون بقى ايه يعني خير ممثل للكرة نكون كلنا خير ممثل للكرة المصرية محضرين تقرير لحضراتكم هتشوفوا فيه الجمهور مين ممكن يكون طرفين نهائي كأس السوبر نشوف الناس قلت ايه ونرجع دي أنا توقعاتي في نهائي السوبر في الإمارات الاهلي طبعا توقعاتي الانهاية بتاع كأس السوبر ان الاهلي وبيرامنز هيوصلون للنهاية ان شاء الله الاهلي لاقابلوا بعض والاهلي اجد الاكسب هو التوقعات الاهلي ان شاء الله لايكسب السوبر هيعد سرميكا بإذن الله وعزين عزين زملك ونقام له في النهائي لانت نجم حقيقEu من حق السبر الأفريكي الفرقتين يكون أهل والزمالك وان شاء الله الأهل ليأخب أطورب من فرق أنا أ开anken، إن شاء الله فوز النادي الأهلي لأننا النادي لأهل لازم يعوّض يعني خسارة لفاسط نهاية عن الحق النهاية هي أهل والزمالك وإن شاء الله الأهلي يكسب 3 at 0 طرفيين النهاية حق النهاية يكون أهلي والزمالك وطورك عن الأهلي والأكسب بعد الهزي مليSH ما يقبل أهلية في سبر الأفريكي الأهلي وزمالك إن شاء الله وزمالك اللي هيكسر أفضل بطوله النهاردة في أبوضبي كان فيه تدريب قوي جدا جدا وحضروا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان بيتابع كل تفصيلة وتابع التدريب بالتفصيل شافوا لاحظ أنه فيه روح رياضية جديدة إبتدت تبعث في الفريق مرة أخرى كولر من ناحيته بيفكر في تغيير طريقة اللعب ونركز كده شوية لأن كولر النهاردة عايز يجرب طريقة جديدة أو طريقة اللعب 3-4-3 ودي طبعا فاكرين الطريقة دي لعب بيها يمكن موسماني من 3 مواسم أعتقد مع الأهلي ونجحت ولاعب بيها برضو كولر كان ماتش كده وكان الفريق يعني كويس جدا كولر بيفكر يستعين بحسين الشحات نركز بقى في النقطة دي لأن حسين الشحات النهاردة ممكن تلاقيه صانع لعب ومركز عشرة ويخليه لعب حر علشان هو يمكن شايف أنه إمام عشور بعيد جدا عن مستوى الفترة اللي جاية ولو أن يعني إمام برضو ماشي بشكل كويس جدا في التدريب ملتزم شفنا الفترة اللي فاتت دي ما كانش ظاهر عايز يبدأ بداية جديدة مع الأهلي ومعرفش هل هيتم الاعتماد عليه ولا لأ الله أعلم ولكن النهاردة كولر مقتنع بأفشة كأساسي أو فكرة حسين الشحات يعني كلاعب رقم عشرة لكن كولر لحد دلوقتي تقدر تقول أنه ما أخدش قرار بتغيير الطريقة اللي قلتلك عليها يعني هو ما جربش الطريقة دي غير في مباراة يمكن حرس اللي كانت وديها دي المباراة الوديها الوحيدة اللي لعب بيها الفريق طيب كولر لو خسر بقى السوبر المصري ممكن يمشي من الأهلي نركز برضو علشان النقطة دي مهمة جدا جدا كولر مكمل في الأهلي حتى لو خسر السوبر المصري بس لو خسر مباراة العين الإماراتي في بطولة الانتر كونتيننتل هنا في القاهرة بنسبة كبيرة قوي ممكن يمشي من الفريق ممكن تكون مرحلة وانتهت مع كولر أو مع الأهلي خاصة أنه ممكن يكون النهاردة يعني لقدر الله يعني لو خسرت ثلاث بطولات متتالية السوبر الافريقي والسوبر المصري وبعد كده مباراة العين اللي بنتكلم عنها فأعتقد الجماهير قلوبها جماهير النادي الأهلي قلوبها مش هتستحمل أكتر من كده فالنهاردة يمكن كل رافض لحد دلوقتي أنه يضم ثنائي زد عبد الرحمن البنوبي أو محمد زيكو كنا تكلمنا عليهم في الحلقات اللي فاتت دي وفي كل اجتماع مع لجنة التخطيط يا جماعة يقول مش موافق وأنهم مش على المستوى المطلوب من وجهة نظره طيب الأهلي هيعمل إيه؟ وبقي أسبوع واحد على غلق باب القيد الأهلي بيحاول دلوقتي أنه هو يقنع كولر المدير الفني ببعض المهاجمين الأفرقة تحت السن علشان يضموهم لكن لحد دلوقتي أعتقد أنه ما فيش ولا لعب عاجب المدير الفني فبنسبة كبيرة جدا ممكن الأهلي ما يضمش أي لعيبة جديدة لحد دلوقتي إلا لو لجنة التخطيط وتحديدا كابتن محمد رمضان المدير الرياضي حكموا رأيهم وضموا لعيبة وده هيكون على عكس رغبة كولر هل ده هيصنع أزمة ولا لأ؟ هنشوف نروح للزمالك الزمالك الحقيقة كان الأسبوع اللي فات ده تردد كلام عن إقاف القيد بالنسبة الكلام ده غير صحيح تماما لأنه الزمالك يمكن حل مشكلة أتشنبونج قدر يتوصل الاتفاق مع اللعيب وانتهت الأزمة على خير لأنه يمكن يعني الأزمة كانت خلاص في طريقها أنها تبدأ الزمالك أنهاها من قبل ما تبدأ لأن خلاص بقى فيه هسهس عارف أنت جمهور الزمالك بقى متخوف من فكرة إقاف القيد اللي بتطارد على طول النادي لأنها أكيد هتأثر على الفريق هتأثر على التدعمات اللي ممكن يعملها سواء في الأيام الأوليلة جدا اللي جاية أو حتى في يناير طيب أما عن السوبر فالمدير الفني جوميز كان له قاعدة كده مع اللعيبة وأعتقد أنه كلامه كان مهم جدا جدا فيه يعني بعض من كلامه كان مهم قوي واستوقفني الحياة قال لهم بص يا رجال صفحة السوبر دي الأفريقي اتقفلت فرحنا وفرحنا جمهورنا وخلاص وفيه بطولة جديدة هتبدأ بعد الساعات قليلة جدا هي دي اللي هتحدد شكل الموسم المحلي الجديد هل احنا نويين بلسان جوميز يعني هل نويين ننافس؟ هل نويين نكمل في حصد ألقاب ولا الكيرف هينزل بينا؟ الله أعلم قال لهم كمان محدش يفكر في ماتش الأهلي وإحنا عندنا ماتش مهمة جدا في نصف النهاية قدام برامتز يعني أول ماتش مع الزمالك قدام برامتز ده لازم يعني نمشي خطوة خطوة نكسب الأول وبعدين نفكر في مين اللي هنقبله أكيد حذرهم من فكرة التهاون من فكرة الاستهتار قال لهم من خسارة البطولة دي ممكن أن هي تنسي الناس البطولة الأولانية وفعلا ده كلام حقيقي لأن جمهور الكرة يمكن دايما بيفتكر المشهد الأخير هو اللي هيفضل عالق دايما في الأذهان فكلامه أعتقد مهم جدا كولر جمز لشأن كده يعني لازم يفضلوا مكملين في سلسلة الانتصارات بالنسبة بقى المجلس الإدارة كمان صرف النهاردة مكافئات للعيبة قبل ما يسافروا حوالي 150-150 ألف جنيل كل لعب ودي مكافئة الفوز بالسوبر الأفريقي وأيضا حافز للجاي عشان تحفز كل لعيب بالشكل كويس قبل ماتش بيرامدس خلونا دلوقتي نروح لتقرير نشوف إيه أهم وآخر الأخبار اللي حصلت على مدار اليوم ونرجع مرة حقق النادي الأهلي لقرة اليد فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب الزمالك بنتيجة 26-25 في المبارات التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا لقرة اليد للأندية أبطال الدوري وصلت بعثة الحكام إلى مدينة أبوظبي بالإمارات استعدادا لإدارة مباريات بطولة السوبر المحلي برئاسة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة وابراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام أدى نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ميران الفريق بعد إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب مصر انتظم وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي في التدريبات استعدادا للسوبر المحلي وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده فلسطين في الآجندة الدولية أعلن نادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق التي تخوض بطولة كأس السوبر المحلي وشهدت القائمة تواجد السلاس الأجنبية أحمد قندوسي وجون إيبوكا وفخر لقاي تشهد مدينة الغردق المصرية اليوم السبت افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشطئية بمشاركة ثمانية منتخبات وسيبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة غانا كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المحلي والمقرر إقامتها في السعودية حيث تبدأ البطولة في الثامن من شهر يناير من العام المقبل بينما تلعب المباراة النهائية في الثاني عشر من نفس الشهر النهاردة السبت ألمانيا جاي لنا علشان تعمل أرعة مسابقة الدوري الممتاز وكأس الربطة الساعة ثلاثة العصر حضراتكم عارفين أنه دوري السنة دي هو دوري استثنائي هيتلعب بشكل مختلف هيكون دوري من دور واحد وبعدها هيتم تقسيم الأندية للمجموعتين ده بناء على عدد النقاط المجموعة الأولى فيها الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى علشان يتنفسوا على اللقب والمربع الذهبي المجموعة الثانية هتضم تسع فرق هيتنفسوا للهروب من مقاعد الهبوط فإحنا بكرة مش هنشوف البولة بقى اللي كنا بنشوفها كل مرة دي والورق الصغير ونشوف بقى إيه لعبتنا القدامة بقى أحمد حسن والأحمد متعب وكده هيصحبوا لنا بقى بتاع لأ ده هيتم بشكل إلكتروني هيتم في عشر دقايق فقط ويدخلوا البيانات وتطلع على طول الأرعة وبكده نكون لعبنا ستة وعشرين أسبوع بدل من أربعة وثلاثين فتقدر تخلص الدوري في فترة زمنية وليلة علشان مش كل سنة بقى يبقى عندنا نفس التأخير ونفس الأخطاء ونفس تلاحم المباريات ونخلص الدوري في شهر ثمانية فحايزين نرجع تاني للأجندة الطبيعية بتاعتنا علشان اللعيبة تاخد نفسها تريح ده أكيد هيصب في صالح منتخبنا الوطني طبعا الدراما والسيناريوهات القاتلة مش بس في عالم كرة القدم الدربة القاضية ممكن تيجي لك من أي مكان وممكن تيجي أو هي جدت الحقيقة معانا في كرة اليد النهاردة خاصة في الثواني الأخيرة القاضية بتعني الثواني الأخيرة لأنه بعدها خلاص أنت ما فيش أي فرصة إلى أن أنت تعود وده تقريبا إلا حصل النهاردة في عالم كرة اليد للرجال بين الأهل والزمالك النهاردة في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد النتيجة كانت على آخر لحظة خمسة وعشرين خمسة وعشرين لكل فاضل تلاتين ثانية الكرة مع الأهلي كان الأهلي ناقص يعني بيلعب وناقص في فريقه اتنين كمان لعيبة الكرة تروح للزمالك الجول بتاع الأهلي فاضي تماما الفولي قرر نادي الزمالك يقرر أنه يرميها من بعيد في الجول مباشرة ما تكونش بالدقة المطلوبة فتطلع أوت ترجع الكرة تاني مع لعيبة الأهلي بتتكلم في عشر ثواني يعني الأعصاب مشدودة الكل خلاص قال لك المباراة دي هتروح لأشواط إضافية لكن تروح الكرة لعبد الرحمن فيصل قرر في آخر ثانية أن نشطها وتيجي زي ما تيجي والحقيقة ما هي جت هي جت بس جت وخدمت اللعيبة ما قدرش يمسكها طبعا حرس الزمالك علشان تروح الكرة بهدف التقدم للأهلي وتصبح النتيجة 26-25 لصالح النادي الأهلي بعدها على طول يصفر الحكم علشان يعلن تأهل الأهلي بهذه الضربة القضية لنهائي أفريقيا للمرة الثانية على التويل الأهلي طبعا هو حامل لقب هذه البطولة هيلعب المباراة النهائية بحثا عن لقبه السابع كل التوفيق للنادي الأهلي طبعا ممثل الكرة المصرية كرة اليد المصرية وهارد لك أكيد للزمالك عامل ماتش لحد آخر لحظة طبعا يعني في منتهى الجمال نروح بقى لكرة القدم العالمية علشان عايزين نتكلم عن ابننا ابننا مرموش نجمنا العالمي اللي مشرفنا مشرفنا الحقيقة في ألمانيا مشرفنا دي كمان اندرلاخت في فرانكفورت قدر النهاردة أن يسجل في أول ست جوالات تمن أهداف قدر أن يصنع أربعة متصدر هدفيه الدوري الألماني والجديد بقى أنه مبارح قدر يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني اللي مليان لعيبة ومليان نجوم حدث بقى ولا حرج فمرموش ده يمكن واحد من أحسن لعبتنا النهاردة على مستوى العالم على بعد خمس أهداف من رقم قياسي مسجل باسم طبعا نجمنا محمد زيدان لأنه ما فيش أي لعب مصر النهاردة قدر يتجاوز حجز العشر أهداف في موسم واحد في الدوري الألماني إلا محمد زيدان مع ماينز لما سجلت 13 جول في 15 مباراة أكيد فاكرين في موسم 2006-2007 فعندنا والله لعيبة جمدة جدا عندنا لعيبة عندها مهارات وعقلية احترافية بيقدروا النهاردة يصنعوا الفارق شوفنا محمد صلاح نيني تريزيجي الحقيقة كلهم كلهم والنهاردة طالع بقى جيل جديد مرموش بقى بقيادة مرموش وغيره فبإذن الله يوصل لإنجازات ونجاحات محمد زيدان أو محمد صلاح يعني نشوفه في أي نادي أكبر السنة اللي جاي بإذن الله بعد الفاصل نستقبل نجومنا نجوم الكلاسيكو خليكم مع الكلاسيكو شايف أنا الكابتن واجدي غوزي حيطلب التغيير أو التبديل قادي تاني نادي الزمالك بيحاول وخطر خطر شايف 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 هول بديها واحد وعشرين وولير عبداللطيف إنما تلعب تكويش قوي 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 واستعمل فيها زكاءه لزا كرة مع صديق إنه جمال حمزة داخل منطقة الجزاء عايزي عدي جمال والتصويب حلوة من جمال واحلة من غريب حافظ وممكن وهو الجول هفة 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 وهو الجول وليد صلاح عبداللطيف إنتدي المساحات طبعا عشر حسين بخطورة طبعا حسام حسن والبنية الحلوة وانطلاقة وانطلاقة الوليه والهدف الأول والهدف الأول نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن وليد صلاح عبداللطيف مشرفني ومبسوط كده ومنتشف يعني فكرنا بحاجة حلوة صح؟ سكي يا كابتن أخبارك إيه؟ الحمد لله تريد كويس؟ نبدأ بإيه؟ أنا مبسوط الأول أنا معاك الله يخليك بتسلم مشرفنا وبحب دايما بمتواجد معاك بصراحة مشرفنا يا كابتن؟ الأهداف دي رجعتني ورها هم يعني حاجة فكرتني بأيام… آ أيام زمان يعني حاجة جميلة هم شايفك متأثر قوي أنا؟ هم يعم يعني الأهداف الي جاء دي أهداف الي جاء دي يعني يعني فكر ده فكر الهدف ده تحتي أول مبررة بعد ما جيت الزمالك من المنصورة فرقتي يعني سجلت فرقتك القديمة فكر ده كان أول هدف يعني كابتن وليد ده خلينا نبدأ بالسوبر تمام ولا حديث يعلو ولا صوت إلا عن البطولة دي السوبر المحلي ده ممكن يلقي بظلاله يعني أو تبعات السوبر الأفريقي ممكن تكون ممتدة لبطولة السوبر المحلي وإنت فاهمة نقصد أيه تبعاته ممكن مستمرة موجودا حتى 없ك معنويين طبعا يعني خلاني أقول خاصة على الزمالك طبعا دي آه معنويين للزمالك طبعا ده أمره طبيعي ومعنويا بالسلب على نادي الأهلي ده أمره طبيعي ولو كان العكس هي بقى هي هي لكن كل الحاجات دي بتختفي في الملعب لكن أنا داخل مباراة مثلا السوبر المصري بعد ما كسبت النادي الأهلي في السوبر الأفريكي دي معنويات طبعا عالية جدا وبتديني ثقة في نفسك لعيب وثقة في نفسك إدارة وثقة في نفسك جمهور فبالتالي بدخل السوبر المصري ده وأنا معنوياتي عالية لكن كل ده بيختفي مع أول مباراة ومع صفارة الحكام أنت هنا بقى حالتك الفنية جوه الملعب إيه؟ الأداء بتاعك جوه الملعب ده اللي هيفرق بقى لكن معنويات لا نادي الزمالك معنويات بتاعته عالية ده أمر طبيعي فيه دايما يقولك أنه فيه فرق ما بين الشعر ما بين الثقة والغرور صحيح وعايزك تفند لي الحالة اللي عليها دلوقتي لعيبة نادي الزمالك هل وصلوا لمرحلة الغرور دي ولا لا؟ هم عندهم ولا عندهم ثقة كافية عارفين أن هي هيواجهوا ببرامدز مباراة أولا صعبة الله أعلم مين اللي ممكن ينفسوه من ماتش الأهل والسيراميكا كل شيء وارد كل التوقعات وارده فهل هم وصلوا لحالة إيه؟ يعني ممكن تفند لي الحالة المعنوية اللي عليها دلوقتي؟ أديك مثل قبل السبر الإفريقي كانت النقطة أو الشعرة اللي أنت بتقول عليها دي كانت موجودة عند لعيبة النادي الزمالك وفي الإعلام وإحنا كزام الكوية كنا متخوفين وده حاجة قلناها قبل المباراة نظرا لجهزات النادي الأهلي وعدم جهزات النادي الزمالك فده كان الشعرة اللي أنت بتقول عليها دي هي كانت موجودة عند لعيبة النادي الأهلي قبل المباراة السبر شفنا في الملعب حتى في الاستودات كنا بنقول الكلام ده في الملعب اللي بقولهولك اختفى تماما لقين لعيبة النادي الزمالك هي المركزة هي اللي اشتغل بشكل كويس والأداء كان أفضل لو جيت بصتي على الحالة بتاعك لعيبة النادي الزمالك مش هتلاقي حد في الميديا من لعيبة النادي الزمالك بيتصور ولا بيتكلم ولا بيعمل كل الفرحة اللي موجودة دي فرحة جماهرية وليس أن لعيبة النادي الزمالك هي في الميديا زي اللي شفناها في السبر الأفريكي قبل السبر الأفريكي أن هي اللي بتنزل السور وهي اللي بتروح افتتاح معرفش إيه الكلام انت عارفها ده كله مصدق على لعيبة الاهلي ما هو ده اللي حصل احنا المعنويات قاضي خلاص لكن لعيبة نادي الزمالك ما شفناش منها حاجة تبين اللي هم عندهم سقعلي قوي بعد مباراة السوبر الافريكي صح؟ صح بس ممكن الحالة اللي كان عليها لعيبة النادي الاهلي قبل ماتش السوبر الافريقي تنطاقل الآن للعيبة نادي الزمالك اللي فرحان وبيحتفل لحد دلوقتي بالسوبر من هقولك؟ انت بتقولي ايه جماهير ولا لعيبة؟ تنتقل حالة الثقة الزيادة اللي كانت عند النادي لعبة النادي الاهلي للعيبة نادي الزمالك اللي لست لحد دلوقتي خلينا نقول حسين بالانجاز ده خلينا نقول الثقة الزيادة دي كانت عندي لعبة النادي الاهلي تمام؟ والثقة دي كانت باينة في الأفعال بتاعته صح مش كده؟ طيب بعد السوبر الافريكي دلوقتي انت بتشوف الثقة الزيادة دي انتقلت للاعيبة نادي الزمالك على الميديا؟ اللعيبة نفسها كانت بتعمل نفس الحاجات اللي كانت لعيبة للأهلي بتعملها بالسوبر الافريكي؟ لا لا أنا بتكلم على الملعب ممكن الحلة دي تنتقل في الملعب؟ لا أصلي خلي بالك كل حاجة لها معطيات يا سيد في مقدمات لما أنا أقول دلوقتي يعني السؤال بتاعك اللي هو لعبة الزمالك الثقة الزيادة دي طيب ماشي ممكن أقول الثقة الزيادة دي موجودة أو أنت شايفها طب من خلال إيه؟ هم عملوا إيه؟ أنت شفتوه مع الميديا عملوا إيه؟ ها نشوفها لا هنشوفها يقول لك كعبو يعني إيه نازل هو من المطش اللي فات كعبو علي بقى على لا لا إحنا مقول تصرفات قبل المباراة تصرفات بمعنى إحنا شفنا لعيبة الأهلي كان بتعمل إيه؟ والدنيا كلها شايفة طيب لعيبة الزمالك عملت إيه؟ صراح ما عملوش ما هو بالضبط من ده اللي بتكلم فيه ممكن الثقة داخلية لكن فعل عملت فعل يبين إن أنا مش في دماغي وبروح وبخرج وتصور وكلام ما شفناش خالص الكلام ده ملعبة نازل زمالك فهي الأفعال أو المعطيات هي اللي بتبين لك إذا كان اللعبة دي مركزة ولا مش كده؟ تاني حاجة بقى ننتقل لمرحلة تانية لما تنزل الملعب بقى أدأك في الملعب بقى عمل إزاي؟ ده ما نعرفوش لكن إحنا من نقول المعطيات اللي قبل المباراة فيه سكة أو وسط من نفسه أنا شايف اللعبة طيب الزمالك من خلال من بعد الصبر الأفريكي اللعبة لحد دلوقتي مشوفتش أي تصرف زيادة أو أي حاجة مبالغة مبالغة أعملوها عشان أقول اللي هو عندهم فتة زيادة مش كده؟ تاني حاجة بانت كل اللي بانت فرحة جماهية ده نابع من جواهم ولا تفتكر ده تدخل من مدير فني إدارة صح؟ ماشي صح؟ بدليل بدليل إن شفنا فرق كبير دلوقتي بين لعبة النادي الأهلي قبل الصبر الأفريكي وشفنا لعبة النادي الزمالك بعد الصبر الأفريكي مش كده؟ فيه اختلاف كبير فأنا شايف إن الأفلة اللي موجودة لحد دلوقتي كويسة الفرحة المبالغ فيها لجماهية ناد الزمالك وحقه لكن كالعيبة أعتقد إن الأمور ماشية مصبوط التركيز مصبوط بدليل اللي احنا مشوفناش أي رد فعلا من اللعيبة خارج الملعب تجاوز أو بالغ شايف إن الأمور ماشية كويس لحد دلوقتي التركيز موجود الثقة موجودة وده حقهم لكن برضو كل ده بيختفي بيختفي مع صفارة الحاجة أول مرة هنشوف سوبر مختلف مش متعودين عليه النظام الجديد دوت إنه يشارك أربع فرق شايف النظام ده إزاي مقارنة بالنظام القديم هل ده ينتج عنه بطولة أقوى بطولة قوية تسوئية كمان تسوئية بيبقى حاجة عالية جدا وحلو الاختلاف حلو وبعدين موضوع إن الربطة في كاس مصر وفي رأخدة الربطة وفي الدوري وفي بطاقة ذهبية بطاقة ذهبية والكلام ده كله ده كله بينعكس على أندية وبينعكس على تسويق وبينعكس على قوة المسابقة اللي موجودة وأنا بقول قوة المسابقة اللي لازم المسابقة بتاعتنا بقى هي رقم واحد هي بنشتغل عليها وبعد كده نبص الأفرقية لكن أشتغل على المسابقة بتاعتي فلو تجي تلاحظة تلاقي بيرامنز دعم سيراميكا دعم والأهل والزمالك بالطبع لازم دعمه فدي حاجة يعني تخيالي أني مثلا ليه لأ سيراميكا ياخد السوبر حق ليه بيرامنز ما ياخدش السوبر يعني يبقى فيه التنافس حلو يبقى فيه زمالك وفيه أهل وفيه بيرامنز فيه سيراميكا وفيه مودرن الأندية دي تطلع وتظهر كده بالتدعمات اللي بيجبوها الفلوس اللي بيصرفوها على الفرقة فده بيدي طبعا قوة للأندية وقوة المنتخب مصر يبقى أنا بالنسبة لمنتخب مصر كل مكان ألاقي فيه ثلاثة أربع لعيبة أخد لعيب فيه حد تصاب يبقى يعتبر الدوري الدوري مع الكاس مع السوبر مع الرابطة مع كل البطولات دي كلها بتطلع لعيبك ويسأل المنتخب مصر وده الأساس كل التوقع معظم التوقعات معظم التوقعات تقولك الأهلي هيقبل الزمالك في النهائي بس مجده الزمالك يقبل الأهلي ليه الأهلي قبل الزمالك الزمالك يقبل الأهلي أيا كان أه أنت بقى فكرة الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي وانت فكرة دي أهلي والزمالك برضا لا مش دل أنا عايزة أتوقف عنده أنا عايزة إن فيه حاجات أهم دلوقتي الأهلي كمان حمل اللقب فإيه تبقى أهلي وزمالك ولا زمالك وأهلي لقب إيه لقب السوبر المصري والله آه يبقى أهلي وزمالك ولا زمالك وأهلي نا مش هتفرق هتفرق أنا بنكشك مش هتفرق نا بتنكشني مش عاربة المهم أصلاً أصلاً أنا مش متوقفة عند ده أنت اللي بتنكشني ما أنا بقولك خلي بالك أنا عاوزة أقولك حقيقة مش متعصب خالص خالص أنا لما بتنيكش صوتي بيعلى أنا مش عايزة صوتي أعلى المشكلة أنا أصلاً مش عايزة أسألك السؤال ده أنا من شوية معرفش شفتني ولا لأ في الإنترو هنا في الحتة دي كنت بتكلم على دوافع كل فرقة في الفوز بالبطولة دي صحيح مين دوافعه أقوى؟ مين دوافعه أكبر؟ أهلي زمالك السيراميكا أنا كنت أقول زمالك أهلي الأهلي ولا الزمالك سيراميكا ولا بيرمز كل فرقة دوافعها أعتقد اللي هي متساوية مع الفرقة التالية مين دوافعه أقوى؟ مفيش حاجة اسمها كده الأهلي اللي لسه خسران ولا الزمالك اللي لسه كسبان طب هقولك حاجة أه ولا سيراميكا اللي مدعم أكمل السؤال أنا فهمت تقرأ طيب ماشي ماشي أقولي أقولي والله لا 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 صدر لا مش بقاطعك والله خلاصه والله وكانت بيرمز بس آه طيب لا أنا بتكلم فيه هو أنا مثلا لو قلت الزمالك الأهلي خسر السوبر هيقلم الأهلي؟ ولا هيقلم بطولاته؟ لا لو الزمالك نفس الكلام من بطولاته اللي موجودة ولا شعبيته ولا ولا؟ لا فهي الدوافع كلها موجود بيرمز بالتدعمات بالأسماء بالسكواد الهايل بيطمع ياخد والسيراميكا نفس الكلام فهي الدوافع أعتقد هي متساوية عند الفرق متساوية لكن لما تيجي بصي كجماهرية بقى نبص هنركز على الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي جماهرية وتسويقية لأن طبع جمهور الزمالك والجمهور الأهلي عايز بطولات على طول فهينا ممكن الدوافع تبقى أعلى من الاتنين التنين نظرا للجماهرية وده حاجة طبيعية وحاجة واقعية اللي هي تبقى موجودة عند الزمالك والأهلي لكن مش الفكرة اللي هو عشان خسر بطولة لا عادي عادي هو الأهلي لو خسر إيه المشكلة؟ الزمالك لو خسر إيه المشكلة؟ لكن كجماهريا وتسويقيا وتاريخيا طبعا هيب الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي بس ما أعتقدش كابتن وليد أنه جماهير النادي الأهلي تستحمل خسرتين وربعة يعني دايما الجماهير النادي حتى تقولك إيه؟ تقولك إحنا أصلا ما بنقبلش بالتعادل التعادل بالنسبة للنادي الأهلي خسارة فإنت النهار دا إزاي هتقبل على نفسك لقدر الله لو خسرت السوبر دا تستحمل خسرتين دول إزاي؟ طيب هو مش وارد؟ وإنت داخل على مواجهة قوية مش هو وارد هو فيه في الكورة آه أنا ممكن آه كجمهور ماستحملش طيب هتعمل إيه؟ لو أنت خسرت هتعمل إيه؟ ما خلينا نتكلم لو حسر أو المنطق لو الأهلي خسر ده قدر الله مثلا إن شاء الله إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله يخسر؟ لا قدر الله لا بجد أبكلم الجد والله لو لها الخسر الزمالي خسر تقدر الله خلاص لو زمالي خسر إيه اللي هيحصل؟ ما هو؟ الجماهير هتنمز على أنا لا أنا بكلم ككارارات وككورة ما هي كورة؟ الناس بتحبط يا كابتن وليد ما هو أمر طبيعي ما هو أمر طبيعي ما خلينا الكلمة يا جماهيرا بعقلانية شوية الزمالي خسر إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ آه فيه تدعيات هتحصل ماشي بس الحياة تمشي ما هي كورة؟ هو أنا داخل إيه؟ ما هو كورة؟ هأدف الملعب واشوفه في الدنيا توفيق بتاع ربنا بس أشتغل صح كورة؟ طب أنا وصلت وخسرت بلانتيات كورة طب أعمل إيه؟ فهي الفكرة صح مش عايزيني موصل إن هو الأهلي ما يستحملش يخسر ليه ما يخسرش؟ معودنا معاكي بس وارد إيه حصل إيه المشكلة؟ يعني كورة خسرت إيه المشكلة؟ ما فيش توفيق إيه المشكلة؟ زمالك نفس الكلام فهي الفكرة إن أنا آه أنا بدخل بطولة عشان أخدها كزمالك أو أهلي تمام؟ كجمهرية خلال كلام بمنطقة يعني جمهرية زمالك أو أهلي عايزيني أخد البطولة طب ما خدش البطولة هعمل إيه؟ طب ما الأهلي خسر السوبر مثل؟ الدنيا وقفت مش هتوقف طب هنقول لو خسر السوبر طب هتنسى لأن إنت عندك موتش تاني مهم بعدها فهي الفكرة يا جماعة إيه؟ أنا بعمل العالية كجهاز فن ولعيبة في الملعب والبقاء على ربنا الجمهر يزمي فن كده لكن أنا لا ما قبلش لنا أخسر ليه ما تقبلش؟ ليه؟ يعني ليه؟ صرت طب عامل إيه؟ هتمشي لعيبة؟ هتقفل النادي؟ مش كده كرة مش كده؟ طب خلينا نتكلم أو ننتقل من بره البلعب لجوه طبعا مواجهة الزمالك قدام بيرامز مباراة مش سهلة على الإطلاق طبعا جدا وفعلا معظم الناس تقولك لا إحنا نشوف النهائي أهلي وزمالك طب مش الأول لما الأهلي عاد السراميكا السراميكا بيلعب يعني يمكن بكل حواسه قدام الأهلي لما بيلعب قصاد الأهلي وأي من رمادي تحديدا والناحية التانية برضو بيرامز نادي مش سهل ومش نادي هيا على الإطلاق وخلاص يعني وصل لمنصة التتويج بعد يعني مكان ايه مشروع ريادي وفقط بيوصل للنهائيات ما بيعرفش يكسبها كسبها أخيرا فده كل ده بيصعب من المواجهات اللي هي قبل النهائي يعني قبل ما نشوف حتى اه المواجهات النهائية من الخميس إن شاء الله المواجهة النهائية الزمالك قدام بيرامز شايف شايف إزاي المواجهة دي شايف التشكيل الأمثل بالنسبة لمواجهة بيرامز زي يكون إزاي طيب خلينا نقول إن المواجهة دي الزمالك وبرامز طبعا أقوى من الأهلي والسراميكا يعني خلينا نتكلم لو هنتكلم بقى ككورة يعني وسكواد وحاجات من دي الزمالك وبرنز ماتش صعب جدا صعب جدا وانا بقول ان لو الزمالك عدى المبارادي هايخد السوبر من وجه تنظر فالمبارادي قوي جدا وانا معاك الناس بتقول النهاء هي بقى اهلي زمالك او زمالك وآهلي كلام عادي لكن انا بتكلم كورة كورة فهي وارد فيها كل حاجة طبعا فخلينا نقول الزمالك وبرنز مابا قوي جدا 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 بقوله جمهور الزمالك ان المبارادي مستهلة مباراة صعبة قوي قوي يعني اللي هو لو عدتها اه اه دولك هتاخد السوبر لو عدته مبارادي لان بيرامدز عنده سكواد محترم وعنده لعبة محترمة جدا وقولك حاجة برضو ان بعض الناس تقولك برضو لعبة نادي الزمالك هيبذل مجهود جامد جدا قدام بيرامدز اكتر من المجهود اللي الاهلي هيعملوا او يبذلوا قدام سيراميكا برضو انا معاك في كده لكن الكرة ورضو مش كده كرة مش كده خلينا نتكلم على السكواد يعني لو بصنا للسكواد بتاع بيرامدز بتاع سيراميكا مين اتقل طبعا بيرامدز فالمباراة بتاعتي الزمالك اقوى بكتير من مباراة الزمالك الاهلي والسيراميكا لكن كله في الملعب جاهز وثابه غريبة برضو المهم فالسكواد بتاع بيرامدز تقيل تقيل مباراة صعبة مباراة صعبة ده اللي هنشوفه في بداية المباراة هنشوف الأداء في الملعب طبعا بعمل ايه ملعبتنا الزمالك لازم بتبقى فاهمة ان المباراة دي اقوى بكتير من مباراة لو لعبت الاهلي اقوى من مباراة الاهلي ليه لان انت بتلعب الاهلي جيم مفتوح انتو اللي تنين عارفين ويتروحوا وتهاجموا لكن بيرامدز وانت مباراة صعبة جدا 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 حتى لو لعبت سيراميكا مثلا برضو ماتش صعب لان انت هيسيب لك الملعب ويشتغل على حجمة مرتدة لكن انت بتلعب دلوقتي بيرامدز لا هيهجمك عنده لعيبة تهجمك وعنده لعيبة تسجل فيك والاهلي نفس الكلام فعايز اقول ان المباراة الزمالك و بيرامدز مباراة صعبة جدا واتقل بكتير طبعا من الاهلي و سيراميكا لو انت تخطيت المباراة دي انت خدت السوبر من وجهة نظر كنت رسا اسألك والله السؤال ده يعني هو لو عدت بيرامدز هيبقى بطل السوبر حتى لو لعب الاهلي وهجبيني هنا هجبيني هنا و انا بقولك لا سواني بس سواني لو الزمالك النهاردة كسب بيرامدز هيكسب السوبر لو الاهلي اه 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 اتأهل النهائي اه انا بقولك وهجي هنا و انا بقولك الاسبوع الجاي يبقى تاني يوم تيجي بقى المتشل النهائي بخميس تيجي تجلنا الجمعة ان شاء الله لو فيه عمر لو ده حصل ان شاء الله وهجب لك الجزء ده اه نعد المباراة دي لو كسبنا بيرامدز ان شاء الله يعني هنكسب هناخد السوبر لانا ماتوش حاجة يعني ممكن السلامات يكسب الاهلي ما هذه الثقة يعني جاب الثقة دي منين اللي هي بقعت ايه اللي هو لو عد بيرامدز هيعدي هيكسب انا وصل في اللعيبة لان انا بقولك مباراة بيرامدز اصعب بكتير من الاولابت الاهلي صدقيني ليه لان الاهلي بيهاجمك وانت بتهاجم لكن بيرامدز صعبة صعبة وعندها لعيبة وواجهة قوية طبعا طبعا عندها لعيبة عالية جدا لعيبة صعبة جدا طب خلينا نتكلم على التحديات اللي بتواجه جمز النهاردة عندك دوجة مصاب مش هيشارك والجناح الشمال اللي النهاردة في حيرة يعني النهاردة مش لك ولا مصطفى شلبيت تتوقع ايه ايه الافضل الافضل للحطة الشمالي يعني انا شاف على مدى الجاهزية يعني الراجل مش لك جيسا ايه المبرات الاهلي ونزل شوية اه كرته حلوة وسريع هي الميزة بتاعته اللي هو ايجاب شوية بياخده كرة ويروح ما بيستناش اه فدي ميزة وميزة هيعرف يستغلها في الراجل ده ولا لأها حتة اللي هو عنده القوة والسرعة وبيعرف بيشتغل في المساحات الديقة فلو استغلها في التلت الاخراني هيفرق جامد مصطفى شلبي لازم يستلم من على الطرف وهو اللي يبدأ بكبوره يستلم من بره ويخش على جوه فكل واحد له طريقة لعب جميز بقى عايز ايه ده اللي هنشوفه يعني احنا ما نعرفش هو عايز ايه هعايز يشتغل بالراجل ده اللي هو من جوه الملعب وعنده القوة والسرعة واعتقد هيبقى ضافة كويسة لو حصل انسجام مع التيم مش لاك هو لعب كويس قوي على فكرة اعتقد هيبقى ضافة كبيرة جدا من نهاية الشمال وعنده مستسرعة زي مواما وعنده السرعة وعنده الكوة في نفس الوقت برضه شلبي عنده نفس الكلام عنده السرعة وعنده الاختراك من بره لكن بيعيبوا شوية حيث يتلمس بس كتير قوي بس من اللي وقف الشيبي واحد زي مش لاك بسرعته المتميز فيها لا ما هو الشيبي مصطف لعب محترم جدا بصراحة ما هو ده اللي هيقابله الباكليفت بتاعنا هتلاعب مين لا لما يبقى قدامه وينجل سريع في ظهره هيخافي يتقدم كتير ما هو برضه الشربي سريع لا برضه قصدية وانا ممكن نتقدم لو الشيبي تقدم موفيد فندر هيقف كل دي تعلمات مدارك مدير فني مدير فني في الحاجات الفنية في حالة الهجوم بتبقى عمل ازاي ومين اللي هيغطي وراك والكلام ده كله لكن لو الشي بتقدم عند الباكليفت هيقابله بتاعنا في حالة بقى مثلا هنقول الكرة قطعت وهاجمة مرتدة مين اللي هيقف ورا الشيبي مثلا بالسرعة دي يبقى يبقى فيه دفندر بتعليمات طبعا من الراجل ان فيه هيبقى واحد واحد دي حاجات فنية في الملعب لكن انا بتكلم في واحد ضد واحد وانت معاك الكرة مش لك بيتميز عنده ال 3-4 خطوات الاولين الستارت عليين وده اللي يفرق عن اي مدافع اي مدافع يعني هو لسه طالع بالكرة عنده الخطواتين الثلاثة اللي بتاعه ده عالي قوي دونجا وهو بعيد هيفرق؟ وهو نش عارف هيلعب ولا بصراحة معتقدش ممكن يلحق بيرامدز يعني لو لحق هيلحق المباراة النهائية المباراة التانية فيش حياته موجود ممكن يقادي الدور ده وده اصلا مكانه مفيه زياد كمال نفس الكلام لكن طبعا لو سألتيني نونجا لو موجود طبعا لعيب مؤثر طبعا طبعا في الرقم 6 مؤثر جدا وخلاص حافظت المكان وعنده السقة والكلام ده كله لكن لو في الاصابة اعتقد ان شحاتها يقوم بالدور ده مع انه اول مرة لو اشتغل هيشتغل الدور ده من وقت مجينات الزمالة لكن هيقديه هيقديه بشكل كويس على قلي بقى قدامين والساكين زي مرة اعطيها كده في الحكة دي اشتغل الحكة دي وخلاص ويسلم بقى عبدالله ويسلم ناصر يتعامل ازاي جومز كابتن وليد مع العناصر الهجومية اللي عند بيرمتز يعني بتتكلم عن مصطفى فتحي رمضان طبعا انت ذكرت رمضان لعبت ايه لفعل لعبت ايه طبعا وعندنا الورا الناس عمر جابر من احسن المواسم على الاطلاق بصراحة فيه المسلوسي طبعا وفيه حسان عبد المجيد ونحية الشمال مش عارف هلعب بها حمدي ولا بنتاج ايا كان الاتنين بس اعتقد ان بنتاج هو الاقرب لانه هو كان في مدش السوبر حاجة محترمة جدا وفجئنا بالاداء بتاعه بصراحة في مدش السوبر فاعتقد ان الاربع عندهم الخبرات الكافية اللي هو يقدروا يشتغلوا مع مع العناصر الهجومية اذا كان ممدان ولا هو ابرام عادل موجود موجود اه في ظل تقلق ابرام عنا بقولك مرة صعبة جدا جدا فتحاكي ليه علشان افتكرت كلامك دلوقتي قلت لو عد اذا خلاص هياخد السوط فانت بتقول مباراة قوية جدا انت شايفة الاسماء اللي احنا بنقولها يعني لامضان وابرام عادل طبعا ومين تاني ومصطفى فتحي والرجل الفروت بتاعهم ده اسمه ايه بس انا فهمة بس انا حاسة من كلامك حاجة قولي صح ولا غلط ان سكواد نادي بيرامدز يمكن اقوى بكتير من سكواد النادي الاهلي ده فرأيك انت والزمالك ايه؟ والزمالك اه بحقيقة سكواد رهيب لكن الفكرة كلها انت في الملعب بقى بتقدر تشتغل ازاي هو عنده لعيبة اتقل مفيه شك اه طبعا بس على في الجنب الاخر ما بياخدش بطولات يعني معنا بقولي انت اهنا اللي يفرق هان اللي بتفرق بقى لعيبتي ازاي مالك على لعيبه ولعيبتي الاهلي عن بيرامدز ان انت معاك اللعيبة ده كلها ولسه وبتجيب وفيه صديق اجولة ده الراجل ده كارسة برده فانت اللعيبة ده كلها تلعبها فيه هي ده برضو يعني صديق اجولة ده بلعب لحت الشمال مش كده؟ ورمضان الصبح بلعب نحة الشمال وبراهم عدل نحة الشمال عندك تخمة في المركز اه هتوظف مين عشرة فيهم اه اه رمضان الصبح هتوظف عشرة طب مصطفى فاتح نحة اليمين مين مع مصطفى فاتح نحة اليمين جناح مفيش هتوظف هتجيب براهم عدل مثلا نحة اليمين وفي حالة ان مصطفى فاتح باسم مش فايق فهي التخمة كبيرة دي ممكن تعمل قلة وتعمل مشكلة في توظيف اللعبة الفكرة كلها ان المدير الفن الشاطر بقى مع الاسماء الكبيرة دي والامكانيات العالية دي كلها يتعامل تتعامل وتوظف اللعبة دي وتاخد منهم اه اه احسن حاجة في كل اللعب هلع في المكان اللي انت هتوظفه فيه بعد الفصل نتكلم عن الاهل والسيراميكا اوكي بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا اقل من 48 ساعه نشهد على مدار خمس ايام بطولة السوبر المحلي ما بين الاربع فرق الاهلي الزمالك سيراميكا كيليو باترا و بيرامدز معنا كابتن وليد صلاح عبداللطيف اللي مشرفنا الليلة نجمي نادي الزمالك و منتخب مصر علشان كنا بنفند سوائد دوافع طريقة اللعب بدأنا يمكن بسراميكا ببرامدز والزمالك أو الزمالك وبرامدز وعايزين التكلم عن الأهل والسراميكا كاليوباتر أو السراميكا والأهل أو سراميكا والأهل بس أنا أسألك نفس السؤال وهتوم كشتاني تبعت النهاردة نص نهائي بطولة أفراقيا في كرة اليد بين الأهل والزمالك شفت النهاردة الماتشى تبعت النتيجة تبعت النتيجة أه فهقولك أنه يعني أنت قلت في الإنترو أن في قضية ما فيش قضية في كرة اليد أصلا دي صور هيجل يلا من هناك هو في قضية في كرة اليد بتقول إيه؟ لا لأ تاني كده معلش الجملة دي في قضية إيه؟ في كرة اليد مش بتحسم لقب فسمناها قضية أمنا بنسميها إيه؟ طيب و إحنا بنسميها قضية بلنا أربع سنين والله أه مين إنتوا؟ إنتوا مش معنا؟ مين إنتوا؟ أحلى الناز أعلى مين أو أهلي؟ إحنا الناس أعلمين أو أهلي؟ الجمهور يا فندم جمهور الأهلي الجمهور أيوة جمهور الأهلي طيب و جمهور الزمالك سمنا الكرة بتاعة ناصر منسي قضية أيوة بس خلاص إحنا فرحنا وخلصنا بنركز في اللي بعده مش عايشين لسه قضية وكلام ده القضية دي في مفهومي هي اللي بتحسم النتيجة آه يعني لو كان الزمالك النهاردة جاب القضية سواء بقى في كرة القدم في كرة اليد كنت تقول قضية؟ لو الزمالك طبعا والله أه طبعا أمري طب خلاص أنا بسأل تبقى قضية ولا مش قضية؟ لا خالص توفيقي بس لا إله إلا الله نرجع تاني للأهلي وسيراميكا كيليو باترا برضو ماتش مش سهل أبدا على الإطلاق وكولر يمكن عنده تحدي وإحنا يمكن كنا برضو حتى بنقول في الأخبار الحصرية اللي معانا من شوية إن جمهور الأهلي مش هيقبل الخسارة مرتين وربعض فبالتالي الخسارة دي ممكن تهدد مستقبل كولر مع النادي الأهلي خلي بالك مباراة سهلة مش صعب أصدقيني أتكلم جد يعني مباراة سهلة مع احترام مباراة سهلة؟ أه طبعا احترام سيراميكا لو شفت السكواد نادي الأهلي وسيراميكا للأهلي أعلى ده حالة طبيعية مش كده فمباراة مش بنفس قوة زمال كوبرامس فهي آه مباراة قوية لكن مش قوية بمعنى قوية إن أنا أعمل حساب وشوف ماتشات واعمل دراسة واعمل الكلام ده كل خالص لأن سيراميكا عمره ما هيجم الأهلي لأ الموسم اللي فات يمكن أن شفت ماتش بس فكروا في الربطة مش الأهلي يعني لما كسب سيراميكا كسبوا بالعافية كسبوا بالعافية الأهلي لاعب في الربطة ما لاعبش في الربطة لأ السوبر السوبر أهو الماتش ده الماتش ده يا كابتن ده إيه؟ في السوبر أقصد مش الربطة ده مش سيراميكا بيه ده فيديا الأخير ولا ده إيه لا السراميل أيوة الحالة نفسها بتاعت اللعيبة مش أكتر لكن بص فيديا كم ما هذا ده توفيق ربنا بس توفيق ربنا لكن لو جينا بصينا توفيق من ربنا آه طبعا لو جينا وكله توفيق من ربنا أيوة 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 توفيق اللي تغبط في المكان بس النهاردة بس النهاردة لما تيجي تتكلم على الصفقات اللي عملها السيراميكا كيليو باترا يعني برضو صفقات يعني خمستاشر صفقة بتتكلم ستاشر صفقة ستاشر ماشي ماشيت من عندي صدق وجول اللي هو كان رقم واحد طيب بس جبت زلاكة وجبت إسلام عيسى صعر آه وإيه تاني وحسين السيد أيوة يعني دي صفقات طبعا لعيبة كويسة وكل حاجة ما يفرقوش ما يفرقوش هيقدو لكن مش مش اللي هو يوقف للنادي الأهلي خلانا نتكلم بسرع يعني لو جينا قلنا أنهي قوة المادشين الزمالك وبرامد ولا الأهلي وسيراميكا أنهي طبعا قولا نوحيدين الزمالك وبرامد لكن أنا ما جاء طبعا الأهلي ده قولا نوحيدة لو الزمالك هو بيرامد حد يقدر يقول مين اللي هيكسب ممكن الناس كلها تقول ايه الزمالك هيكسب عشان كعبه عالي لكن فنيا تقدر تقول لي مين اللي هيكسب لا هو فنيا والحظوظ اللي بتتكلم عليها ممكن تكون على ورقة لكن انت لسه من شوية ايه مانا بقولك مين اللي هيكسب الزمالك هو بيرامد تقدر تقولي لا تقدر تقولي مين اللي هيكسب سراميك ولا الاهلي انت أولتلي إلى الأهلي أه وأنا بسألك كام لا 50-50 50-50 من سروميكة والأهلي أنت شايفه مو את اللي سهل للدرجة دي مو тоже دولي سهل سهل للأهلي يا جماعة فيه وإحنا عاوزيني صعب المباراة على الأهلي ليه يعني إحنا عاوزيني صعب مباراة الأهلي والسروميكة هو أي حد دلوقتي لو أنت أولتيني للأهلي والسروميكة من اللي يكسب هتولي للأهلي فيه تخوف من الحالة الفنية للأهلي هو ده بقى اللي أنا عايزة ده ده استوقعت برضو ما أنا جايلك هو أيوة ما هو ده اللي أنا عايزة تكلم فيه تخوف طيب النهاردة فيه أكتر من اللاعب في الأهلي مش في مستواه ما هده مش مشكلتنا أو مش مشكلة الجمهور لما يجي يقول ماتش 50-50 خالص ده ما يجي يقول آه أنا متخوف من الحالة الفنية اللي عبت الأهلي الفترة اللي فاتت دي حاجة دي حاجة وبالتالي تغيير طريقة اللعب مش شرط خالص تغير طريقة اللعب ولو طريقة اللعب تغييرت تبقى فيه مشكلة عند كولر كبيرة لو أنت غيرت في طريقة اللعب يبقى أنت يا راجل بتهزر لكن الحالة الفنية اللي عبت النادي الأهلي الفترة اللي فاتت مش كويسة لكن لما أجي أقول بناءً عليه أنت بتقولي 50-50 لكن الطبيعي جداً أهلي يكسب سراميك يا جمع حالة طبيعية لكن مش طبيعي للزمالة يكسب بيراميك هنا ما تقدرش تقولي من ليه يكسب ككورة ووراء وقلم وفنياً لكن ما نصعبش نموتش على الأهلي من صعب نموتش على الأهلي ليه؟ حالة اللعبة دي مش جزء مش من عندنا احنا يعني كفنيين مثلاً أو إعلاميين أو جمهور دي مش مشكلة أنا لكن عندك جهاز فني وعندك إدارة وعندك حالة مدربين تشوف الحالة النفسية بتاعت اللعبة أو الحالة الفنية لكن بالورقة والقلم لما أجأ أقول كده مثلاً مبارات الزمالة الأهلي والسيراميكا مين اللي يكسب؟ على الورق زي ما أنت عامل كده الأهلي بس خلاص ليه من صعبة الأخرى يعني أنت شايف أن كولر مش في حاجة إلى أنه يغير طريقة اللعب لتبقى كارسة لتبقى كارسة لو عامل كده أمام سيراميكا ده كابشة أنا على السوشان ميديا أعطي ده دي كابشة ليه؟ ليه نعرف الأسباب؟ هو أنا غيرها ليه؟ هي طريقة اللعب هي لتعليلي الحالة الفنية للعيبة ما خلينا لو سنتكلم بالراحة كده إحنا بنقول الحالة الفنية اللعبة تنادل أهل الفاطل الفاتر مش قد كده ولها أسبابها الخاصة اللي تكلمنا فيها برا الملعب عشان أرجع اللعبة دي الحالة الفنية بتاعتها تاني أغير طريقة اللعبة؟ طب ما هي هي نفس اللعب اللي هتلعب يبقى مش ده الإجابة أو ده السبب يبقى أقول إيه؟ لا أنا غير طريقة اللعب عشان عايز أوصل لمرحلة هجومية أعلى مثلا لكن مش غير طريقة اللعبة عشان الحالة الفنية مش قويسة للعيبة طب ما هي هي نفس اللعب اللي هتلعب في الطريقة الجديدة دي اللي هتعملها طب والطريقة الجديدة اللي انت هتعملها دي لعبت بقى قبل كده ما لعبتش لعبت بقى منشاط رسمية قبل كده ما لعبتش هتيجي تنفزها في بطولة زي دي مهمة وزي ما حضرتك بتقولي إن السلاميك في رقا تقيلة أو عندها صفقات والكلام ده كله وجمهور النادي الأهلي لا يقبل الهزيمة بالثلاثين وراءة بعض هتيجي تغيرها في المورة مهمة زي دي أول مرة تلعبها في بطولة رسمية ينفع حضرتك بتقول النهاردة السلاميكا يعني لا يشكل خطورة على النادي الأهلي فبالتالي فرصة لكولر إنه يغير أو يجرب طيب ما نعاز أوصل بس الأول أنت هتغير وجرب ليه بس أنا أعز أفهم إيه السبب في تغيير طريقة اللعب 3-4-3 علشان أكتر من لعب مش في مستوى قلنا زي إمام مثلا طب ما هي لعب طب أنا لو غيرت فرقة اللعب ولعبت اللعبة اللي مش فيقة اللي هم بيتقالع ليهم مش فيقين طب ما أنا لعبوا في نفس الطريقة هو النهاردة لو حطت حسين الشحات مكان إمام كصانع لك أو أفشة مكان إمام أو أفشة كارسة كارسة ليه؟ كارسة يبدأ بأفشة؟ لا أما الكارسة إيه؟ إنت هتلعب يبقى أنت عايز تنضي فندر في نص الملعب ما هو أفشة بلعب عشرة ما بلعبش نص الملعب فأنت محتاج تحط تحطي تحطي اتنين ديفندر هتحطي مين تحطي اتنين ديفندر اللي هي ربعة اتنين تلاتة واحدة طبيعية هتحطي مين ديفندر ما رو أنا أعطيها ومين تاني هتشوف بقى يوسف أيمن أشرف دارس صفقات الجديدة دول ما الساكين لكن في نص الملعب هتحطي مين عشان تلعب أفسر أنا بحاول يعني نظر على التشكيل بص لو لعب بأربعة تلاتة أقولك التشكيل لو لعب بتلاتة أربعة تلاتة عشان تبقي بص فاهمة هيلعب رمي ربيعة وأشرف داري اللي هو الصفقة الصفقة الجديدة ومين تاني تالت ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم دي تلاتة الورا نحية اليمين هاني سليم ولا لا لا مش سليم مين اللي هيلعب هنا عمر 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 أو خالد عبد الفتاح عمر كمال لا عمر خلينا نقوله عمر نحية الشمال الرجل اللي هو الجديد ده المغرب ده يحيى يحيى عطيته ما هو ده يبقى تلاتة والأربعة الاتنين اللي في النص الاتنين في النص بقى مروان ومين مروان وأكرم وأكرم يبقى أنت معندكش هنا صانع لعب يبقى هنا في مشكلة وهيبقى كده تلاتة الورا وعندك الاربعة اللي قلناهم الطرفين ومروان وأكرم والتلاتة اللي قدام نحية اليمين بيرستو ما أنا قلت هيحط حسين وإمام ما فيش بقى حسين ما هو ده تلاتة اللي قدام تلاتة اللي قدام هيبقى وسام ما أنا بكلمك على التلاتة اللي قدام وسام وبرستو نحية اليمين والشحات نحية الشمال تلاتة اللي قدام انت مين اللي هصنعلك لعب هنا تحطيت في نص الملعب مين مروان الاتنين اللي في القلب مروان وأكرم توفيق الاتنين بقطعه مين اللي يصنعنك بقى اللعب هو في النهاية أكيد عنده أفكار صح؟ طالما فيه نية لا أصلي أنت بتجيب 3-4-3 وأنت لو لعبت 3-4-3 مين اللي هيبقى في نص الملعب عشان يعمل لك ما أنت بتغير طريقة اللعب عشان اللعبة مش فيقة طب ما أنت هتلعبهم أصلا يعني إمام لازم يلعب لازم يلعب؟ أه طبعا أنت عندك مين ما أنت عندك مين في نص الملعب عندك أفش ده دور وده دور يا سام أفشة بلعب لقدام عشرة تحت الفروت طب ليه بيتغير دايما ليه دايما بتيجي التغييرة دي إمام وينزل أفشة ليه دايما التغييرة دي بتحصل ما هو عشان فيه أكرم في الملعب أكرم توفيق بيثبت الاتنين ديفندر يبقى مروان وأكرم اتنين ديفندر وقدامه أفشة لما بيخرج إمام إمام لازم يلعب ليه بس الحتة دي جواب لي عليه لأنه أنت ما عندكش حد في الأهلي بيقوم بالدور ده أنت عندك أصل أنت بتلعب أكرم ومروان وإمام التلاتة في نص الملعب أكرم بيقطع بس ما بيصنعش هجمة ومروان نفس الكلام اللي في نص الملعب اللي بيحاول بينقلك الهجمة شوية وكرته كويسة وعنده خطورة هجومية اللي كان بيعملها حمدي اللي هو اللي كان بيعملها حمدي فاتحي صح مثلا يعني لكن إمام أعلى طبعا فحلته أيوة صح فإمام هو الوحيد اللي بيعملها لو أنت استغنيت عن إمام من اللي هيصنع لك اللعب من اللي هيعمل لك خطورة هجومية أصلا فأهمت زي؟ فأنت شايف أنه كولر مش في حاجة أنه يغير طريقة اللعب خالص خالص لأن أنت لو غيرت طريقة اللعب خلي بالك لو اشتغل بـ 3-4-3 أنت هتفشل فشل زريعة لأن مقاومات اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي ما ينفعش تشتغل 4-3 3-4-3 لأن عندك نص الملعب ما عندكش فيه اللعيبة اللي هي بتدفع وتصنع في نفس الوقت فأنت مستحيل تشتغل بالطريقة دي لكن 4-2-3-1 4-2-3-1 بقى هنا الميزة يعني أنت بتشتغل 4-3-3 أصلا اللي هو في النص الملعب مروان وأقرم وإمام 4-3-3 أنا بقولك لأ ما تشتغلش بديه أنت عندك أقرم مش مستفد منه في حاجة لأن دور أقرم هو دور مروان هنشوف هيعمل إيه ما أنا بقولك الصح وإحنا على تليفون كده كده لا أنا بقولك الصح عايز أقولك حاجة والله يعني أنا بقولك كلر عشان تشتغل والعيبة النادي الأهلي إمكانياتها تطلع اشتغل 4-2-3-1 يعني 2 في نص الملعب حطها أقرم وحط مروان وحط إمام وقدامهم أفشل اتفرج على الحالة الهجومية اللي ندي قالها تبقى عملي إزاي؟ هنشوف 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 إن شاء مش المتشاك مزعة هنشوف يعني نروح لفقرة واحد من اتنين؟ يلا أول سؤال أفضل مدرب أجنبي في مصر حاليا جومز ولا كولر؟ جومز أقولك ليه؟ ده عشان السوبر الأفريقي؟ خالص خالص عشان الراجل ده بيشتغل بسكوات أصلا مش موجود مفيش كان الإنسان اللي فاتت والفتر اللي فاتت دي كلها معهش لعيبة كان بيلعب ناشئين بس بيصنع بيصنع بطولات طبعا الأهلي لكن أنا بكلمك الانجاز والتعب إن أنت عندك ما عندكش لعيبة أصلا وعندك سكوات وعلى طول طول الوقت وكسبت الأهلي مرتين وإنت كسب الأهلي مرتين من ثلاث متشاك بالضبط الزباك لحد دلوقتي محتاج صفقات؟ يه طبعا محتاج نفس الملعب صفقة واحدة ألا أكتر من صفقة؟ لأ محتاج مساك ومحتاج مرس الملعب ومحتاج فروت طيب نروح لسؤال الثاني أفضل حارس مرمى مصري حاليا عواد ولا شناوي؟ والله أنا شايف الاتنين لكن خلينا نقول إن عواد مش أخد حقه بزيادة لكن الشناوي يعتبر هو أفضل حارس مرمى مصري أنت لو مكان جامز الماتش اللي جاي ده تفضل عواد تبدأ بيه ولا صبحي؟ ده عواد عواد السؤال الثالث أفضل لاعب وسط في مصر حاليا لا قولا واحدة قولا واحدة مين؟ قولا واحدة ما فهاش كلام مين؟ عبدالله طبعا عبدالله السعيد؟ طبعا طبعا رجعي كده عبدالله في سنة إمام ده أنت لسه بتقولي إمام لازم يلعب؟ أيوة دي حاجة ودي حاجة ده في مصلحة الأهلي أنا بقولك لو إمام ما لعبش يتمطش المطشات الأهلي يبقى يبقى كله ده في حتة تانية أنا بقولك حقيقة وإمام ما جابش نص مستوى في الزمالك لحد الوقت أنا بقولك شوف أنا بقولك لعب عالي جدا لكن ما جابش نص مستوى في الزمالك عبدالله السعيد لو رجعت سنه لإمام سن لأ أنا بقولك دلوقتي أفضل من إمام في مصر مش حصل من إمام الفرق الكبير؟ الفرق اللي فعل تزام والقرار بيتاخد قبل ما قرأ جيله في حاجات فنية تفرق إمام كان كده زمان مع الزمالك؟ كان زمان زمان يعني إيه؟ ما هو زمان زمان سوى مع الزمالك زمان مع الزمالك؟ محترف ليه مش عايز تقول مع الزمان مع الزمالك؟ ما قالك ما كابش نص المستوى في الزمالك آه يبقى معناها إيه لعب كويس وحرام اللي بيعمله في نفسه بأمانة الركض شوى في الملعب سوى بقى من بره الملعب لأن حرام يبقى ده بالإمكانات الموجودة دي والإعلام يخف عليه شوية الإعلام يخف عليه لو غلط أو مستوى قال انتقد سواء هنا أو هنا انتقد عشان اللعب يفوق مش أنت لعيب مستوى قال وانت عارف لو هو قال وبرضه بتنفخ فيه مش في مصلحته أصلا ولا عند بتعمل كده عند في جماهير تانية أنا بتكلم سواء أهل أو زمالك أو زمالك أهل لازم تنتقد اللعيب اللي مستوى إيه إيه لعشان يفوق عشان يقف على رجله تاني لكن طول ما أنت قاعد بتكلم عليه كويس 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 وهو مستوى مش كويس خلاص الناس شايف اللي أنا كويس خلاص فحتة الإعلام دي لازم نركز فيها من التكلم بموصدقية شوي طيب السؤال اللي جاي الأفضل لرمضان صبحي من وجهة نظري يروح الزمالك ولا يرجع للأهل لا يجي الزمالك طبعا يروح الزمالك؟ اه ما هو الأهل مش ما عارفش الأهل والأهل عايزه مش عايزه لا ده من وجهة نظرة كنت لا يجي الزمالك طبعا يروح الزمالك اه طبعا هيبقى صفقة جميلة اه ده انت مبسوط من قبل ما تحصل ما نبتحك اه انت عايزهين يا أمام اتفايل لأنا فيها سنة لا عايزهك تتبسط طبعا لا تتبسط طبعا يا كابتن وليد لا نفسي يجي يعني لو جي الزمالك يبقى صفقة محترمة هيفرق جدا جدا هيرجع بتاع زمان على قليل عشان الزهير الجماهيري اه طبعا مهم جدا اه يفرق كتير بطل الدوري الموسم ده مين الموسم ده اه زمالك اخدت وقت ليه عبد المقلته عشان انا بكلم كورة مش بكلم انتماءات اكتر يعني بكلم كورة ده مقترن بفوز الزمالك خالص في السوبر ده ولا لا لا ده حاجة وده حاجة خلاص مع الوقت هتتنسل لكن انا بكلم في التدعمات اللي حصلت ولا هتحصل والاستقرار اللي موجود في النادي مع الجهاز ومنع الادارة والجمهور في ظهر الادارة والفرقة اعتقد ان الموضوع ده هفرق لا يعني لو الزمالك لقدر الله فعلا خسر السوبر شايف له بداية ممكن تكون كويسة مع الموسم الجديد ايوة اصلا البداية كانت السوبر الافريكي مش السوبر مصري البداية كانت السوبر الافريكي لان هي اللي جاء من بعده توقف كبير بس احنا دايما قلنا وحتى كلام المدير الفني للزمالك كان بيقولك الناس دايما بيبقى عالق في الزهانها المشهد الاخير فانت هتبقى بادي الموسم لقدر الله يا بخسارة يا بخسارة السوبر ده يا بكسبان البطولة برضو بتفرق لما انا اخب بطولة من نادي الاهلي غير ما اخب بطولة من اي نادي تاني ده حاجة والاهلي كذلك والله بجد طب انت بتضحك ليه انت نتحكت والله والله العظيم هو اللي ضحك والله العظيم يا ربي هو اللي ضحك لا يعني لما الزمالك ياخب بطولة من الاهلي ولا الاهلي ياخب بطولة من الزمالك دي بتبقى بطولة في حد ذاتها بتبقى فرحة وزياد فاعتقد الموسم بدأ لما الزمالك كسب الاهلي في الناس سوبر ده هيدي دفع حصل اخفاق في السوبر مصري مش مشكلة خلاص انا كسبت النادي الاهلي انا بقولك اللي بيتقالي ما دخل الدور بقى ده حاجة تاني احنا لنا حديث تاني بعد البطولة دي ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا تشرفتنا النهاردة بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا احمد الهواري وعمر ثروة خليكم على الكلاسيكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمد احنا اتكلمنا عن مكفاءات السوبر اللي اللعيبة حصلوا عليها من قبل ما يسفروا انا قلت ان كل اللعبة حصل على 150 الف جنيه اعتقد ان انت عندك كواليس اخرى تخص المكفاءات احكيلي اقولك الارقام التوتل برة وجوه اللي اتصرف من خزينة الزمالك واللي اتصرف من برة هي مبدأا كده اعلى مكفاءات في تاريخ نادي الزمالك او في تاريخ الاندية المصرية بشكل عام وصلت ان فيه لعيبة خادوا 400 الف جنيه و500 الف جنيه مكفاءة التتويج بالسوبر الافريكي ودي كانت الوعود اللي وعدها كابتن حسين لبيب للعيبة الزمالك من قبل السفر للسوبر او للسعودية للرياض ان مكفاءات اللي هتتصرف لكم مكفاءات ما حصلتش ولا هتحصل بس فوزوا بالبطولة المكفاءات اللي بالارقام دي حصلوا عليها من داخل النادي ولا من برد؟ جزء وجزء يعني جزء وفقا للليحة وجزء من خارج النادي بدعم من احد رجال الاعمال ان كانت فيه مكفاءات استثنائية هيتم صرفها للعيبة واتصرفت قبل ما الزمالك يسافر السوبر ده بس اللايحة بتقول ايه؟ اللايحة طبعا ارقام مش كده خالص يعني اللايحة اقصى حاجات 300 الف جنيه لكن الباقي الارقام او الفرق ما بين المية والربعمية او مية وخمسمية ده جزء كبير متحمل احد رجال الاعمال تحديدا استاذ مالدو عباس اه يعني من رجال اعمال خارج النادي بالزبط فأرقام كبيرة المجموعة التوتل اللي اتصرف للعيبة كمكفاءات ارقام كبيرة اتصرفت قبل ما زمالك يسافر الامارات يعني كانواع من انواعها يعني ان تحفيز اللعيبة ان هما يفوزوا بالسوبر المحلي فانا بقولك مكفاءات اللعيبة نفسهم متفاجئ من الارقام عمر بعد خسارة الاهل للسوبر الافريقي جيب قرارات كتيرة جدا حاجات كتيرة جدا جدا حصلت جوه النادي بس اخر حاجة عايز اتأكد منها هو موضوع مهندس عدل القيعي اللي اصبح خارج شركة الكورة هل نعتبر يعني اللي حصل لعدل القيعي اقالة ولا استقالة بس هو المهندس عدل القيعي طبعا ليه كل التأديو الاحترام كان خرج وقال ان هو قدم استقالة مكتوبة للكابتن محمود الخطيب سألت طبعا في الموضوع وجبت شوية كواليس كده عرفتها ان كان فيه ازمة من كابتن حمود الخطيب كان زعلان من الظهور المتكافر للمهندس عدل القيعي خلال وسائل العالم وطبعا المهندس عدل القيعي لما كان بيطلع كان بيطلع بصفته ان هو شاهد على العصر او شاهد على التاريخ ما كانش بيطلع بصفته ورئيش شركة الكورة في النادي الاهلي الموضوع ده كان عامل ازمة شوية جوة النادي الاهلي ممكن دي ما حدش اتكلم في النغة دي خالص عشان هو رئيس شركة الكورة عشان هو رئيس شركة الكورة فكان ظهوره متكافر كتير جدا الفترة اللي فاتت فالكلام ده كان مدائل كابتن محمود الخطيب فطلب منه يقلل الظهور او فيما معناه يمنع بقى يحد الظهور على القناة الفضائية فطبعا المهندس عدل القيعي بالنسبة له موضوع ما كانش مناسب فأعتزب عن الاستمار خاصة انه ما بيطلعش كمان على قناة النادي قبل ما القناة تفجع يعني قبل ما القناة كانت موجودة وتفجع ثاني والسه حتى ما فيجعش على القناة فكان فيه مشاكل في القصة دي كلها فقال له خلاص لو انت مش حابب ان انت يعني نلتزم باللي احنا بنتكلم فيه فانت خلص ممكن تقدم الاستقالة وبالفعل المهندس عدل القيعي اقدم الاستقالة بتاعته مكتوبة للكابتن محمود الخطيب قبل اعلانه الموضوع ده بحوالي عشر تيئة وعايز اقولك ان الموضوع ده حصل قبل كده برضو نفس القصة دي بين الكابتن محمود الخطيب والشيخ طه اسماعيل الكلام ده كان في 2019 شهر 9 تحدينا 24-29-29 ده لما كمسك لجنة التخطيب لما كمسك لجنة التخطيب حصلت نفس المشكلة وبردو كابتن محمود الخطيب خيره ما بين الظهور الاعلامي او دورك كرئيس لجنة التخطيب والشيخ طه اسماعيل اعتذر طبعا عن الاستمار في المهمة نفس القصة حصلت بالنسبة لمهندس عدل القيعي انه اقدم اعتذار باسمه الى كابتن محمود الخطيب انه يكون موجود في رئاسة شركة الكور هي ايه دور شركة الكور عملت ايه من ساعة لا احنا بجد وما احنا ايه هو على مدار التلات سنين كل اللجنة التي تعمل دي كلها لجنة سورية هي بتتقالن فيه لجنة بتتقالن فيه حاجة بتتعمل لكن في الاخر الحاجات دي كلها بتبقى سورية طبعا مش شفناش اي حاجة خالص بدليل حتى على مستوى الصفقات على مستوى اللعيبة على مستوى الحاجات دي كلها مفيش كابتن محمود الخطيب هو المتحكم طبعا في القصة دي هو المشوف العام على الكورة وفي الاخر بلجنة التخطيط بتقدم توصيات إلى للكابتن محمود الخطيب في الاخر بقى كابتن محمود الخطيب بيختار القرار الانسب لإدارة النادي الاهلي او للاجنة الكورة او شركة الكورة يعني انت عايز تقول ان شركة الكورة داخل النادي الاهلي اتغيبت لهاتым ياسم منصور واتغيرت بعد كده ما هنصعد لك هيا فاتغيرت في سنتين هتقولي لي ما هو فيه جماعة وما هي بتانتخب أو بتختار حابقا أقولك لو الدنيا مشى بشكل كويس وما فيش خلافات وما فيش أزمات المجلس ده حيكم فكرة إن المجلس يقعد سنة أو سنتين ويمشي ويجي مجلس تاني سنة أو سنتين ويمشي يجي من تخطيط يعني يتم حلها أو توجيه الشكر إليها ويتم تشكلها من تاني كل حاجات دي كلها تؤكد إن حاجات دي كلها ما إنتفاهم أقص عين بس إيه؟ عايز تتكلم على إيه؟ خلينا نخش في السوبر عطول نخش في السوبر المهمة بقى التشكلين مليانين مفاجئات والأهل عندي مفاجئة في الأحديد كلمني عن تشكيل نادي الزمالك هتتفاجئ بمفاجئة الأهل خلي بقى بجرد؟ لقطة حسن؟ لا 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 عندنا معلومة أن محمد الشناو مش هيكون جاهز لمطش السوبر الإيه؟ محمد الشناو ممكن ما يكونش جاهز لمطش السوبر ميكا مصطفى شوبير؟ مصطفى شوبير اللي هيكون مقود هيلعب قدام سينا؟ بقى فيه تمامين طبعاً أخير هيتحيسم الموقف ولكن المعلومة اللي جاية لي دلوقتي وجاية لأحمد بوضو إن ممكن يكون مصطفى شوبير أساسي ومن الحد المعلومة اللي عندي إن بكرة التدريب النهائي هو اللي هيحسم هو اللي هيحسم بزردك لكن النهية 50-50 يعني ما أضافش أكد لك الشناو حيغيب ولكن بقولك إن قبل كده مثلاً قبل ما يسافر معروف إن الشناو حيكون هو الأساسي الشناو لو هو مصاب أكيد هيصمم يلعب بص هو مصطفى الأقرب أو حظوظه أكبر لسبب إن الشناو مازال متأثر بإصابته مع المنتخب لأنه عند الحاجب فدي مقصرشه على حيث التفكيز فيه تخوف إن ممكن إصابة تتعلمها مش هيصمم إنه يلعب في المركز وابد عشان كده هو تريح 50-50 بص حيما ما بنحبش نحسم الحاجب شكل باسمي ما نفعش أقول لك الشناو باسمين أصل هو في المنتخب كمل بيها بالزبط لكن هو الجهاز الفني لي رؤية والجهاز الطب لي رؤية هم ما شايفين إنه ممكن الموضوع ده يأثر على تركيز الشناو في المنشف لكن بك فيه تمرين أساسي وعلى عشان تريد فهم برضو تمرين النور ده ما كانش فيه أي حالة خالص في حتة التأسيمة كان تمرين عادي ما أسمش أساسي وإحتياطي بك في التمرين الأساسي هو اللي هيحكم بكل حاجة إيه المفاجأة اللي في تشكيل نادي الزمالك يا أحمد ياه واري طيب الناس كلها بتتكلم على إن بديل دونج وفي نفس الوقت الناس بتقول لك الصفقات هتبدأ ويكون رد بمشالك حتى الآن جميز ما خدش قرار إنه يبدأ بمشالك فالناس ممكن تتفاجأ إن مصطفى شلبي موجود زي ما هو في تشكيل نادي الزمالك جميز بيفكر إن التشكيل اللي لعب به قدام الأهلي هو نفس التشكيل اللي يلعب به باستثناء دونجا المصاب لأن دونجا برا السوبر مطشين مش المطش الجاي بس لأ والله مش هكتل هبير 90-95% دونجا مش هالح ليه دونجا اتصاب مرتين مع منتخب مصر يعني اتصاب مرتين أول مرة لما شعر بإجهاد في العضلة الخلفية فقالوا إليحوه عشان المطش التاني لما جيه ينزلوا التمرين يجربوه اتمزق وده المنتخب معلنوش ورحل الزمالك مصاب بمزق من الدرجة التانية في العضلة الخلفية فطبعا الإصابة دي تاخد لها من أسبوعين لثلاثة وبالتالي هو دونجا إذا ملك واخده لتجهيزه على أمل اللحق لكن بين الكلام 90-95% ممكن ملحبش المطش التاني وبالتالي احنا رايحين لمين بديله مين بديله في اسمين همت شحاته بس واخد دونجا صحي يعني دونجا مسافل معهم بيجاهز على الأقل هيحتفل موجود بإيه يعني لو ربنا يعني لو كسبوا البطولة هيحتفل مش يتقلق في احتفالات السوق طبعا فانت بتتكلم ان هم مركزين هم اللي فيهم حيرة في تشكيل نادي الزمالي الديفندر اللي جنبه عبدالله الصعيد ومصطفى شلبي ولا كونراد ولكن الأكثر أو أوفر حظر مصطفى شلبي انه هو ممكن يبدأ ومفضلة ما بين زياد كمال وشحاته لكن في ميل شوية لزياد كمال عشان زياد أنا بقولك الكلام اللي دور في قعدة الجهاز الفني ان زياد كمال بيبقى عدد دايرة موجود لكن شحاته اتقال انه بيخرج بره الملعب كتير يعني بيخرج بره الملعب بيخرج بره الدايرة فده ممكن يعمل مشكلة ان عبدالله الصعيد يعني قدرات الوجومية دايما بيتقدم لو شحاته كمان يتقدم هيبقى فيه مشكلة في نص الملعب خاصة ان انت بتلعب بيرامدز نص ملعب يكاد يكون هو من أفضل يعني المراكز في الدور المصري في وسط الملعب هو لعيب بيرامدزيان فالمفضلة رايحة ما بين زياد كمال وشحاته ولكن ربما ممكن البعض جهه الجهاز بيقولك شحاته اكثر جاهزية كان مع المنتخب لعب دائي فموجود فممكن يبدأ لكن مفاجآت كبيرة اويلة انا بقولك هم المركزين الديفندر وكون رابط مش لك ولا مصطفى الشرابي لكن حتة المواجم هي اعتقد الجزيرة ممكن يستمر راعد جدا زياد كمال لو لعب الامبي هياخه كم عندك لا ما اعتقدش في السوبر ده خلاص يعني ما اعتقدش لا ما فيش حزب وش الحزب الضوء اوه لان اما اليوم اصلا 150 الف دولار اوه يعني امبي لحد دلوقتي لي 150 الف دولار ما اخدهمش بعد البطولة بتظهر مفاجآت اللي هما ايه طبعا بعد البطولة بتظهر اوه ولكن امبي لي لحد دلوقتي 150 الف دولار مية كونفيدرولية 150 الف دولار اوه من مشاركة زياد كمال شارك في ايه ما اتعرفيش اه يعني هات كما قدت القائمة طيب هو شارك دقايق في الماتش بسي لخلاص يعني هو شارك لدقايق ربع ساعة تقريبا حاجة كده يعني اخر ربع ساعة في الماتش لكن ليه 150 الف دولار مية من التطويق بكونفيدرولية و50 من التطويق بال لكن يعني الخبر اللي ممكن يكون سعيد ان فيه كده اتفاق ما بين النديين امبي والزمالي انهم ما ياخدوا المية وخمسين الف دولار دول بالمصري لا كدتر خيره كدتر خيره ليه التشكيل اه عمر لان خد بالك موضوع الدولار بالنسبة لزي مالك الارقام كبيرة اللي بتتدفع وزي مالك لسه دفع الفلوس اتشنبونج ودفع 200 الف عاديها يا احمد خلاص يعني عشها الخطر عاديها التشكيل يا عمر بس بسرعة بص هو كان طبعا الاهلي قبل ساعة ماتش الصباح كان كلب بيتكلم ان فيه مفاكة في ماتش الصباح الأفريك اللي فات والأهل اللعب زي موهو بنفس الطريقة الأسبوعين اللي فاتوا كلهم كلب بدأ يغايف شوية في طريقة اللعب يعني بيفقى بأنه غايف طريقة اللعب يتبقى ثلاثة عربعة ثلاثة ده معناه ان يبقى فيه ثلاثة وليس صلاح عبداللطيف قالك هتبقى كارسة لو عمل كده ثلاثة عربعة ثلاثة ده اللي حصل في خلال التدريبات الفترة الأخيرة انه هالعب بتلاثة وراء اللي هو ياسر وأشرف داري ورامة ربيعة وفي النص حيلعب بموران عطية وام عشور عمر كمان ناحية اليمين وهي حيطرة الله شمال وقدام التلاثة اللي هم المعتادين برستاو وحسن الشحات ورسام أبو علي ده التشكيل الأقرب للنادي الألي في مبارات سبا ميكرا من حد وارك جدا يحتفظ بنفس طريقة اللعب اللي هي ثلاثة وربعة ثلاثة وارك جدا يطبق اللي هي ثلاثة وربعة ثلاثة لسه ما فيش حاجة لأن بوضل أيام اللي فاتت كان فيه تعتيم شوية على حتة طريقة اللعب وتدراجه والنادي الألي تعتيم ولا تموية لا تعتيم تعتيم يعني في حاجات كنا ممكن الأول بنعرف يعني ناخدها شوية من ساعة ما كابتو محمد رمضان جي لا الدنيا قفلت شوية يعني الدنيا لا قفلت شوية يعني فيه سيطرة شوية في حتة الأخبار أنا معلومتي أنه جرب تلاثة أربعة ثلاثة عشان كده قلت لك أنه وارك جدا يبدأ بتلاثة أربعة ثلاثة ده جربها وجرب فيها أكتر من اللعيب أنا جربها فيها نت فيدي يبقى مساء جربها فيها حسين الشاحات يلعب قدام جربها بالكلام دي كله وجربها كمان ثلاثة خمسة اثنين بس فالحدي وموضوع الساعة التتبعية الخمس اللعيبة ده برضو تمويه ولا تعتيمه كميت بص ولا حقيقي ولا وشح ولا أي حاجة كميت بص هو أنت فاكه في الفيلم بتاع دليل ما في التجويرات المبكية لما كانوا يفلون بالعصايا هو الناس متخيئلة لأن كابتو محمد رمضان عمل كده في قط اللبس كلام ده مش صحي تعمل لأنهم ما بيتكلمش أو ما بيتعاملش مع عائل صغيرة أو بيتعامل مع أطفال أو بيتعامل مع دي لعيبة دولية طب محترف واخدين أبطال أفريقيا واخدين تلك كاس عالم ففكرة أنت هتتعامل مع أطفال وتلبسهم ساعة وتقولهم أنت مكانكو فين وليمت كم ساعة كل الكلام ده كله ما احترام يعني ما حصلش وحتى موضوع الساعات أغلب لعيبة الأهلي أصلا عندها الساعات دي بقى ثلاثة بعض سنين سواء معلول سواء عمل الصلاية سواء حمد فتحي حتى قبل ما يمشي حسين الشحات اللعيب دي كلها لبسة الساعات دي بقى لها ثلاثة بعض سنين فكرة بقى أنت لوقتي هتجيب لهم ساعة وأبريكيشن وانت مكانك فين وليمت كم ساعة كل الكرم بكلهم وحتى أخو حسين الشحات طلع قال للمحمد طلع قال لأصن الساعات دي مع كوية ومع لعيبة تانية بقى لها خمس سنين قولي بالكابت محمد رمضان كمان نوعيته ومش اللي هو صدومي ومش هيدخل يصطدم باللعيبة لأن انت لو صدامت بدري باللعيبة هتفقد السيقة ما بينها هتفقد السيقة ما بينها هو في نقطة يركز عليه حتة الصهر وحتة الظهور في المناسبات الخاصة لما جمعنا حافظ على شكل اللعيبة شكل النادي سمعة اللاعب سمعة النادي هو كان أهم حاجة بالنسبة للقطاب الأخلاقي حتة الظهور حتة الصهر حتة النومة أخر والنوم بدري يعني فكرة النوم مثلا تبقى عصر 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 ده ده تقال لكن فكرة مثلا بقى أنا هعمسك الساعة واشوف مين كل واحد نم قد إيه تقول لك نضوحة صلش أزمة أتشنبونج بعدها هل في صفقات جديدة تخص النادي؟ بص لو السوبر ما كانش في التوقيت بتاع المركاتو ده كان في صفقات كتير ولكن الوقت عشان ديء يعني الزمالك بيحاولي اشتغل في أدية الحدود في خلاف ما بين جوميز وإدارة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك متمثلة في كابتان أحمد سليماني مشرف العامة على الكرة شايفين أنه ممكن ييجي مهاجم أجنبي على حساب سامسون جوميز عايز وينج اتعرض اسم زي كارلوس استراندبرج مهاجم هاتاي سبور التركي الزمالك قطع معه شوت كبير جدا لأن وكيل هذا اللاعب هو وكيل كونراد مشالاك لعب الزمالك اللي جاب لهم مشالاك هو نفس الوكيل وبالتالي كان فيه شوت كبير جدا رغم أنه دي هطاي سبور متمسك باللاعب مش عايز يمشي لك كان زمالك قطع شوت كبير جدا جوميز رفض هذا اللاعب وأكتر ممر يمكن خمس مرات أه إلأس باب يعني هو مش عايز مهاجم قال له من عايز وينج عايز وينج بيلعب برجله الشمال وينج أجنبي بيلعب برجله الشمال يقدر يلعب في النحيتي وينج شمال وينج شمال وينج شمال وينج شمال مش هيلعبوا نحيتي الشمال أو بيفكر أو جربوا التدريبات الأخيرة أن يلعبوا نحيتي المين كبديل لزيزو لو زيزو مش موجود يبقى ده البديل بتاعه فبدأ يقول لهم لا أنا عايز حد بيلعب برجله الشمال لأنه حد تاني لأنه هو شايف أن مشالك مش مهاري هو سريع بس أنا جيب لعب أجنبي ألعبه بديل؟ يعني هو الراجل بيحاول يوظفه هنا وهنا لكن هو شايف أنه عنده مشكلة ما يبنيش علينا السفودي برضو أقول يعني أقول برضو مفاجأة مشالك مجاش بناء على رغب الجميس أصلا ده اختيار إدارة مش اختيار مدرب كابتان أحمد سليمان طبعا مش اختيار مدرب زي بنتاهج كان اختيار كابتان أحمد سليمان ما كانش اختيار مدرب فأنتي بترجع لنفس النقطة أن المدرب نفسه ما كانش عنده قناعات باللاعب ولكن بيحاول يوظفه خلاص هو لاعب وموجود معه في التيم فبيحاول يوظفه وفقا للرؤية اللي هو شايفة في التدريبات فهو بيحاول جربه نحية اليمين بيحاول يقول له الإدارة عن عايز حد نحية الشمال لكن هو في الآخر كنت رد مش لك موجود يقدر يلعب هنا يقدر يلعب هنا وفقا للإحتياج بالنسبة الجميز يعني في التدريبات بشكل عام في الصفقات زي مالك بيحاول أنه يلحق قبل يوم 25 أنه يجيب لعيب أجنبي تحت السن الزمالك كان جابت نين اللاعب جيفرسون كوستا اللاعب الغيني وكمان السنغالي السيد النضاي مدافع ومهاجم فالزمالك بيحاول يستفيد أن اللايحة بتدي تلت لعيبة تحت السن ففاضي اللاعب فبيحاولوا أنهما يشوفوا لعيب رقم ستة لأن الزمالك عنده مشكلة لما غاب دونجا بقى فيه مشكلة في المركز ده في النص المال فبيحاولوا يشوفوا لعيب يمكن كان تجرب جيفرسون كوستا المدافع اللي تحت السن مع فريق 2005 لأنه هو لعيب شوط في مركز ستة ولكن ما تجربش في التدريبات هما بيفكروش أن هما يغيروا مركزه لأن الزمالك أصلا عنده مشكلة في الدفاع عشان أصابة مصطفى الزناري لكن مصطفى الزناري الحمد لله جاهز ويشارك في التدريبات النهاردة ويشارك بكرة وجاهز للسوبر ممكن يكون موجود في القائمة بشكل عادي يوم الحد طب بمناسبة جاهز الوينش جاهز من المشاركات ولا لسه الوينش ما سافرش طبعا زي هو عبد الشافي بيكمله تأهيل ولكن الزمالك بكرة قرية الدوري هيتحدد الموعيد خلال الساعات القليلة القادمة الوينش ممكن يغيب عن الزمالك بس أول جولة أو أول جولتين ولكن بعد كده الوينش هيكون موجود بصورة طبعية يبدأ يجهز ويكون موجود في حسابات الزمالك وده اللي خلى شوية ممكن فكرة المدافع تتضاقل جوة نادي الزمالك على الرغم من هم كانوا بيحاولوا لحد أيام قليلة جدا مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد أن هم يقنعوا قدرة نادي زد بالتخلى عن محمد إسماعيل ولكن فكرة ان الوينش بيقرب ان هو يكون موجود بتخلي فكرة ان ضمام مدافع تتقلص قليلا الكلام عن مصير كولر ظهر للايام دي مصير كولر مع النادي الأهلي بصي لو حد قالك إن كولر قاعد أو ماشي دلوقتي في الوقت اللي أنا بكلمك فيه يبقى دي معلومة مش صحة لحد اللحظة دي ما فيش أي قبر يخص نفس الكولر لو سألت أي مسؤول في النادي الأهلي حيقولك كولر له كل الدعم عشان أنت عندك بطولة السوبر وعندك بعد دي كده مطش العين طبعا النهار ده أنا سألت قبل ما يجي طبعا عشان أنا عافي أن احنا نتكلم في قصة مصير كولر مصدر قال لي إن الواجل حتى لو اتغلب السوبر واتغلب العين هو مكمل ده مصدر مستحيل مصدر تاني وأنا جالك بقى في الكلام هو مصدر تاني قال لي أنا معلومتي مستحيل المصدر التاني وأنا بسأل في المعلومة أخذ أكتب من المصدر المصدر التاني قال لي لو اتغلب ده واتغلب ده كله خارجي النادي الأهلي أنا بقول لك المصدرين من جوة ضبط النادي الأهلي واحد قال لي لي كل الدعم وحيكمل لأنه بدأت الموسم ومش حين فهنا نتعملش بالقطعة ده مصدر مصدر التاني أكد لي نفس المعلومة هو جمهور الأهلي هيستحمل يخسر ثلاث بطولة ما هو برضو إدارة نادي خلا بالك ما بتمشيش وفقا لضغط الجمهور يعني لكن هو بقولك المعلومة لو هو اتغلب اللي اتنين كل إدارات الأندية في مصر بتمشي بضغط الجمهور لا نادي الأهلي مختلف لا نادي الأهلي غير لا يا حمد كل إدارات الأندية في مصر بتمشي بضغط الجمهور هي بس القصة اللي هي تبقى خاصة أنا صوبة أفريكي وخاصة أنا صوبة محلي وخاصة أنا مطش العين وكاس العالم أندية اللي هو زي ما بيقوله بيجيب لك دولبات على طول ففي حالة انت خسفت ده فالأضاء اللي جواه نادي الأهلي اللي بتشجع فكرة أنه مفس القولة ما يكملش موجود أقول العلم عشان تبقى يعرف الأهلي بدأ يشتغل على بديل مفس القولة بدأ يجاهز بلان بي مين اللي عمل بيعمل كده؟ النادي الأهلي معنا بيقولك هو دلوقتي تحسباً تحسباً لو أنت خسفت ده وخسفت كمان العين فممكن تاخد قراني توجيه الشوك بالمفس القولة وقتها النادي الأهلي حيكون مجهز البديل واتقالت لي نصاً معنا بيقولك في مصدرين يا عمر اللي انت شفت خسرت السوبر عملت زلزال عملت زلزال ونس مشيت ونس طلعت بالزبط فهذا ما بيقولك هو لما سألت حتى المصدر نظب اللي هو المصدر اللي قال لي إن كله لو خسر اللي اتنين حيمشي قال لي احنا لما كنا حسين إن فيلاو مش هيكمل أو إن فيلاو مش هيجدد عقده احنا كنا مخلصين مع بيت سمو سماني لو تفتكب هتلاقي إن في واحد تسعة كان بيت سمو سماني مضيفاً لنادي الأهلي قبلها بيومن كان لسه فيلاو مش فالأهلي خلص دف ده على طول فهما دلوقتي الأهلي بيشتغل بلان بي وبلان سي فهو دلوقتي فيه بديل جاهز أو شغالين عليه ما أعتقدش إن الأهلي هانتظر العين يعني مش بقول إن هو ممكن يمشي كولر قبل العين ولكن الأهلي لو خسروا السوبر دي بالبلد كده المسأل الشعب الدارج هتبقى الأشعة التي يقصب مظهر البعير طبعاً أنا معاك بس لأ فكرة إن أنت تخسر السوبر وتخسر بتلتين ما ده بالدوب ده تلت يال لا لأ تخسر بتلتين هتمشي مدوب قبل قبل كاس عالم عن ده بتلتين دي برضو وجهة نظر يا أحمد ولكن أنا اللي بكلم في إيه إن أنت حتى خسرت السوبر وكسبت العين ده مش مش هيبقى لا عادي لا لا أصدي في الأخير بطولة السوبر ده أنا كسبتها السنة اللي فاتت فما فيش مكلاب خسرتك وما كسبها المالية كمان طبعاً بالنسبة لك مش هتريباً مثلاً زي كاس عامل أندي كاس عامل أندي ده أنا ودغرب تحويل مليون ضعف ولو كسبت تحويل اتنين مليون ماشي طبعاً بالنسبة لي كاس عامل أندي ولكن ولكن أنت عندك بطولتين هتبقى خسرتهم السوبر الأفريقية أنت أصلاً خلاص أردي خسرته عندك السوبر مصر بس أنا اللي بقولك المعلومة أن الأهل ممتع مش بقطع في الطولة جمهور النادي الأهلي لن يتقبل خسرت السوبر لا 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 الوضع في الأهلي فكرة أن الأهلي يخسر بطولتين في شعر واحد ده الزلزال الحقيقي جوه النادي الأهلي بتحصل عائل لا 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 الزلزال الحقيقي وعمرها ممرت مرور الكرام أنا بقولك لو الأهلي يخسروا السوبر المحلي وأن أنت هتخسروا لنزمالك أو بيرامد هو الزلزال الحقيقي أنا مش بقولك قبل العين ولكن هيبقى طب هو لو ده وكسب العين مثلاً وعمل أداء كويس حمشي لازم هيتم فيك تماع المناقشة سواء بتجديد الثقة في المدرد طب هو الأكتماعات دي أفريد تتعامل طبيعاً هتتعامل فكرة أن الأهلي لو كسب العين أو طلع قالك إحنا بنجدد الثقة معنى تجديد الثقة فكرة التجديد الثقة دي الأهلي ما بيعملش قصة التجديد الثقة دي خاصة يعني ما فيش بيان هتل بيان يعلن تجديد ثقة مستحيل لو أجبتك لأنا .. أأني أعيزك لأى ما فيش الأهلي ما بيطلعش بيان بتجديد ثقة خالص لا 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 certificate مع بلاج مع مسمانىㅠㅠ لا لا خالص perfect انت ممكن تنزل صورة مديبل الفني على سوشايل ميديا وإذن مثلما تدعمكم لكن تعمل بيانة بسمي أهلي يجدد الثقة sensitivity مش في زميلنا في الإعداد لو كتبوا بس كده يخشوا ويعملوا سيرش لأهل يجدد لأهل يجدد المفروض نختب عايزين نتكلم عن الراحلين من نادي الزمالك بس سريعا فقال من ديئة فقال من ديئة خلاص الراجل فيه لعيبة برح سابعته الراجل من أول ما جاء جميز في يناير كان عنده طلب لقدارة الزمالك قال لهم أنا مش عايز عدد لعيبة كتير في الملعب أنا عايز حقالي 25 لعيبة يبقوا هم اللي بيتمرانوا في الملعب هو كان شاف العدد كبير جد الطلبه ده في الوقت الحالي وبالتالي هو خرج عدد من لعيبة برح سابعته محمد عطف مهابي ياسر سيف فاروق جعفر سامسون اللي أربعة برح سابعته إلى الآن نادي الزمالك دول الأربعة ماشيين لن يستمروا مع نادي الزمالك في عروض ما جايش عروض قوية أو بمبالغ كما يتمنى أو تتمنى إدارة نادي الزمالك وبالتالي ما فيش نادي معاين تقدر تقول لا يبدأ رايحهم ولكن الأربعة برح الحسابات ما بيتمرانوش أصلا مع الفريق وبالتالي دي برضو مشكلة تدريبات لوحدهم هم خارج حسابات نادي الزمالك دول الأربعة اللي هيمشوا ما فيش حد تالي ممكن يخرج من نادي الزمالك غير الأربعة دول والصفقات زي ما اتكلمنا فيها كده ممكن يكون في صفقة أو اتنين بس الوقت الدايق ده هو اللي عامل المشكلة في الاختيار أنا بشكركم شكرا جزيلا نورتوني النهاردة أحمد شرفتني ونورتني عمر شرفتني ونورتني بشكركم شكرا جزيلا مشاهدين اصفح على خير